تتزايد مخاوف العراقيين من توسع تفشي فيروس كورونا في البلاد لا سيما في العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية العالية في ظل الإهمان الحكومي للقطاع الصحي حيث تعاني المستشفيات الحكومية من نقص حاد في المستلزمات الطبية وأدى المتطلبات مستشفى ابن الخطيب في بغداد مثال على ذلك حيث كشف مصابون بفيروس كورونا ويخضعون للحجر في هذه المستشفى عن عدم توفر المياه فيها أكثر من ذلك تعاني الكوادر الطبية المكلفة بالتعامل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا نقصا في التدريب على هذه المهمة حيث أن الكثير منهم يتهربون من هذه المسئولية كما بينا ناشطون بل حتى أن بعض الأرقام التي خصصتها السلطات لطوارئ حالات كورونا غير موجودة في الخدمة هذا الواقع جعل المنظمات المحلية والدولية تدق ناقوس الخطر وتعبر عن مخاوفها من تحول العراق إلى بؤرة لوراقية بسبب الإهمان الحكومي والفساد المتفاقم الذي ضرب جذور القطاع الصحي رغم أهميته وحمله وسام شرف الطبابة كما هو مفترض البحثة الأممية في العراق بيّنت أن ما تنشره الحكومة عن أعداد مصابين بفيروس كورونا أقل بكثير من الأعداد الحقيقية التي لا تزال تحت طي الكتمان وعليه طالبت الحكومة بالشفافية في هذا الموضوع جائحة كورونا فضحت حقيقة معاناة العراقيين من منظومة حاكمة دمرت قطاع الصحة وجعلته عرضة للفساد والرشاة وتاجرت حتى بالدواء بعد أن حولت العديد من مدن العراق لمراكز للأوبئة ومحطات للتلوث اشتركوا في القناة